بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطلاب مع السؤال الثاني في ضمن أسئلة نصف السنة لطلبة إعدادية الكاظمية للبنين والسؤال الثاني الفرع ألف يتحدث أن ابحث تحقق مبارهنة رول على الدالة التي أمامك على الفترة صفر توباي وإن تحققت جد قيمة سي إن شاء الله يكون السؤال سهل أعزائي والسؤال يقول أفوف أكس طبعا هنا نقول سؤال الثاني الفرع ألف والدالة أفوف أكس تساوي كوساين إثنيا أكس ناقص إثنيا ساين أكس والفترة أكس تنتمي إلى صفر توباي هذه الدالة هي دالة متلثية والساين والكوساين دائما إذا جاءت بشكل منفرد أو جاءت مجتمعة فتكون مستمرة وقابلة للاشتقاق على أي فترة إذن خطوات الحل أولا سأقول أن الدالة مستمرة على الفترة المغلقة صفر توباي لأنها تقع ضمن مجالها انتهى إثنيا سأقول أن الدالة ماذا قابلة للاشتقاق إذا كانت الاستمرارية على الفترة المغلقة فتجب أن تكون قابلية الاشتقاق على الفترة المفتوحة لأنها أيضا تقع ضمن مجالها إذن كل دالة تحتوي على ساين لوحده أو كوساين لوحده بشكل منفرد أو مجتمع فإنها مستمرة دائما على الفترة المغلقة وقابلة للاشتقاق على ماذا؟ على الفترة المفتوحة ولأنه يريد مني بحث تحقق مبارهنة رول إذن الشرط الثالث في مبارهنة رول هو تساوي الصور إذن الصور صورة الأي وهي الصفر تساوي كوساين 2 في صفر صفر ناقص 2 ساين صفر كوساين الصفر يساوي 1 ساين الصفر يساوي 0 إذن 1 ناقص صفر 1 وف للتو باي يساوي كوساين 4 باي ناقص 2 ساين 2 باي إذن تعلمتم أعزائي في الفصل الأول المعلومة التالية ماذا تقول المعلومة؟ أن الزاوية أي باي تقرأ بحالتين تقرأ صفر إذا كان الأي زوجيا وتقرأ باي إذا كان الأي فرديا يعني 2 باي 4 باي 6 باي 8 باي 10 باي تقرأ صفر تقرأ صفر ليس قيمة الكوساين صفر تقرأ الزاوية صفر و3 باي 5 باي 7 باي تقرأ باي إذن هنا نعود الأربعة باي تقرأ صفر كوساين الصفر يساوي 1 والاثنين باي تقرأ صفر وساين الصفر صفر إذن 1 ناقص صفر ويساوي 1 إذن بما أن صورة الصفر تساوي صورة التوباي ماذا نقول؟ نقول هنا يمكن تحقق مبرهنة رول يمكن تحقق مبرهنة رول إذن هنا أنجزنا الجزء الأول من السؤال الجزء الأول أعزائي ماذا يقول؟ ابحث تحقق مبرهنة رول قلت أن مبرهنة رول محققة الجزء الأول انتهى وإن تحققت جد قيمة س هذه الصور إذا كانت غير متساوية سنقول أن مبرهنة رول غير متحققة إذن لا يمكن وانتهى ولكن إن تحققت نقول يمكن تحقق مبرهنة رول جد قيمة س كيف سأجد قيمة س سوف أشتق هذه الدالة إذن الفتحة للأكس تساوي مشتققة الكوسين سالب سين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية مشتقة الكوسين سالب سين نفس الزاوية لاحظ مشتقة الزاوية وضعت على يسار المشتقة إذن في اثنين بعد ناقص مشتقة الثابت في دالة هو الثابت في مشتقة الدالة مشتقة ساين X كو ساين X يقول لي رول يقول بعد إجراء الاشتقاق فإن F حالي C تسابي صفر ماذا يعني؟ سوف أعيد كتابة هذه المشتقة كو بي بست مرة أخرى وسوف أجري عملية استبدال بدلا عن X سأضع C إذن ستكون سالب 2 ساين 2C ناقص 2 كو ساين C تساوي صفر هل تريدون أن أقسم على سالب 2 لتسهيل الحال؟ يمكنكم ذلك إذن ساين 2C زائد كو ساين C تساوي صفر هنا أعزائي يفضل أدم حل أي معادلة مثلثية إلا إذا كانت الزوايا موحدة إذن ساين 2C هنا قوانين يجب أن تعلموها جيدا هذه القوانين تقول ساين 2X تساوي إذا كانت ساين 4X فهي 2 ساين 2X كو ساين 2X ساين 6X تساوي 2 ساين 3X كو ساين 3X أما إذا كانت كو ساين 2X وهناك فيها ثلاثة قوانين يجب حفظها وعدم نسيانها كو ساين تربيع X ناقص ساين تربيع X ويساوي 2 كو ساين تربيع X ناقص 1 ويساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع X هنا إذا كانت زاوية الساين ضعف الزاوية للدالة المجاورة لها أو الحد المجاور له فالساين فيه قانون واحد ويكون السؤال أكثر صعوبة قليلا إذا كان هنا كو ساين 2C يجب هنا اختار اختيار أحد هذين القانونين إذا كان ما بجواره كو ساين سأختار القانون الثاني وإذا كان ما بجواره ساين سوف أختار القانون الثالث إذن سأعود معكم إلى السؤال وأقول ساين 2C هو 2 ساين C كو ساين C زائد كو ساين C تساوي صفر ماذا سوف أعمل الآن فكروا قليلا قبل أن أقول لكم أحسنتم سوف أستخرج كو ساين C عام المشترك إذن سيكون 2 ساين C زائد واحد يساوي صفر إذن أما كو ساين C تساوي صفر يا زاوي الكو ساين ما لاته صفر ربما تكون سي تساوي باي على اثنين وربما تكون سي تساوي ثلاث باي على اثنين وكلاهما تنتمي إلى الفترة المفتوحة صفر تو باي وحذاري من كتابة الفترة المغلقة إذن هذا أما أو ماذا اثنين ساين سي زائد واحد يساوي صفر إذن يؤدي إلى ساين سي تساوي سالب واحد على اثنين أي زاوية الساين ما لاته سالب نص إذن زاوية الإسناد هنا الزاوية التي يكون الساين مالتها نص باي على ستة أين سيكون الساين سالبا تعلمون أن الربع الأول والثاني يكون الساين موجبا والربع الثالث والرابع يكون الساين سالبا وطريقة التعبير عن الربع الثالث هو باي زائد زاوية الإسناد باي على ستة وتساوي سبعة باي على ستة وطريقة التعبير عن الربع الرابع تو باي ناقص باي على ستة ويساوي دعش باي على ستة وكلاهما تنتمي إلى الفترة صفر تو باي وإذا كانت إجابتك بهذه الصورة ستكون الإجابة صحيحة تماما وتستحق عليها الدرجة الكاملة ما رأيكم أعزائي لو أنتقل معكم للإجابة على الفرح باي من السؤال الثاني وسأعيد أرض الفرح باي أمام أنظاركم والفرح باي يقول ما يلي جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وأحدى بؤرته بؤرة القطع المكافئ أكستر بيع زاعد ثمانية ويساوي صفر والمار بالنقطة جذرة ثلاثة جذرة اثنعس ثم جد محيطه من النكت أن بعض الطلاب خرج من الامتحان هذا اليوم وقال أن السؤال سهل جداً ولكني لم أعيد قراءة السؤال في المراجعة ولم ألاحظ هذه الكلمتين ولم أجد محيط القطع الناقص رغم أن السؤال سهل فقلت له مع الأسف سيخصم تخصم درجتين من إجابتك نتيجة الإهمال وهناك طالب آخر يقول هذه لمن تعود هل إلى القطع المكافئ أم إلى القطع الناقص القطع المكافئ أولاً ليس له محيط وهذه إعرابها هو ضمير متصل في محل جر بالإضافة تعود إلى القطع الناقص إذن سنترك اللغة العربية ونعود إلى الرياضيات وسنبدأ حل السؤال بإذن الله إذن معنا الآن السؤال الثاني الفرع ضار للإجابة على أي سؤال في القطوع المخروطية يبدأ الحل عادة بالقطع الذي لا يسأل عنه جد معادلة القطع الناقص ندع القطع الناقص في نهاية الحل ما هو القطع الذي لا يسأل عنه هو القطع المكافئ إذن أكستر بيع زائد ثمانية وي يساوي صفر إذن يؤدي إلى أكستر بيع تساوي سالب ثمانية وي وإنه يشبه أكستر بيع تساوي سالب أربعة بي وي سالب أربعة بي تساوي سالب ثمانية إذن البي تساوي اثنيا ما هي بؤرة القطع المكافئ هذه المعادلة هي تابعة إلى قطع مكافئ صادي سالب إذن سأقول أن الـ F تساوي صفر سالب اثنيا هذه بؤرة ماذا بؤرة القطع المكافئ يقول السؤال إحدى بؤرتين من القطع الناقص هو بؤرة القطع المكافئ بما أن بؤرة القطع المكافئ صفر سالب اثنيا لابد أن صفر موجب سالب اثنيا إذن هذه تعود إلى القطع الناقص إذن بؤرتين القطع الناقص صفر موجب سالب اثنيا تشير إلى أن قيمة س تساوي اثنيا نضعها في شرشوبة ونقول أن البؤرة تنتمي إلى محور الصادات إذن رحبنا بالقطع الناقص بالقطع المكافئ عفوا وربطنا المعلومة الخاصة بالقطع المكافئ بالقطع الناقص ثم سنكمل الحل بالنسبة للقطع الناقص المار بالنقطة إذا مر القطع الناقص بنقطة اعتيادية فإنها تحقق معادلته عندما أقول تحقق معادلته أقصد فيها X و Y يا معادلة سوف أكتبها سوف أكتب معادلة القطع الناقص صادي البؤرتين إذن المعادلة ستكون Y تربيع على أي تربيع زائد X تربيع على B تربيع تساوي واحد سوف أعوض هذه النقطة X تساوي جذر 3 و Y جذر 12 يعني 12 على أي تربيع زائد 3 على B تربيع يساوي واحد يفضل غرب كل المعادلة في أي تربيع B تربيع لينتج أن 12 ماذا 12 B تربيع زائد 3 أي تربيع تساوي أي تربيع B تربيع هذه معادلة رقم واحد متى ما حصلنا على معادلة بدلالة 2 من 3 من هم الثلاث أي وB وC وكان ثالثهم معلوما فأن معادلة رقم 2 ستكون حلال المشاكل وأقصد بحلال المشاكل هو العلاقة التي تربط الأي مع الB مع الС إذن في القطع الناقص أي تربيع تساوي B تربيع زائد C تربيع أي أن أي تربيع تساوي B تربيع زائد 4 هذه معادلة رقم 2 وسوف نقوم بتعويضها بالمعادلة رقم 1 هنا سيكون 12 B تربيع زائد 3 في ماذا B تربيع زائد 4 يساوي B تربيع زائد 4 في B تربيع إذن 12 B تربيع زائد 3 B تربيع زائد 12 يساوي يساوي أربعة زائد 4 بتربيع نحاول أن نصفر المعادلة 12 وتلاثة 15 تحول إلى الطرف الآخر إذن B أربعة زائد 4 بتربيع ناقص 15 بتربيع ناقص 12 تساوي صفر نقوم بجمع الحدود المتشابهة ناقص 12 تساوي صفر سأحلل بالتجربة B تربيع ناقص 12 وبتربيع زائد 1 يساوي صفر مجموع مربعين يهمل إذن B تربيع تساوي 12 وعند تعويضها بالمعادلة رقم 2 سينتج أن أي تربيع تساوي 16 إذن المعادلة ستكون Y تربيع على 16 زائد X تربيع على 12 يساوي 1 وهنا ستحصلون على كم؟ ستحصلون على 8 من 10 لأني لم أحسب المحيط لحد الآن لأن السؤال يقول ثم جد محيطه جد معادلة القطع الناقص هذه معادلة القطع الناقص ثم جد محيطه محيط القطع الناقص يساوي 2 pi جذر أي تربيع زائد بي تربيع على 2 وتساوي 2 pi جذر أي تربيع 16 زائد 12 28 على 2 14 إذن هذا هو يونت هذا هو محيط القطع الناقص إذن بنهاية هذه الفقرة انتهى عندنا السؤال الثاني وانتظرونا مع السؤال الثالث بعد قليل في أمانك اشتركوا في القناة